احسن الله اليكم صاحب الزبيرة يقول يحصل شك واضضراض عند الناس في اثبات يوم عاشورة والسؤال هل من حرج على من صان اليوم التاسع والعاشر والحاب عشر ليدرك بالتأكيد يوم عاشورة ثم هل ينال بذلك طبق صيام ثلاثة ايام من كل شهر الامام ابن القيم في جاد المعاد اما تكلم على الصيام عاشورة قال ان صيامه على ثلاثة انواع النوع الاول ان يصوم اليوم الذي قبله يصوم يوم عاشورة ويصوم اليوم الذي قبله واليوم الذي بعده ثلاثة ايام وقال هذا هو الاتمل والافضل ليصوم يوم عاشورة ويوما قبله ويوما بعده فيكون المجموع ثلاثة ايام الصفة الثانية ان يصوم يوم عاشورة ويوما قبله او يوما بعد يصوم يومين والصفة الثالثة ان يصوم يوم عاشورة يوم واحد واكملها ان يصوم ثلاثة ايام ثم ان يصوم يومين واذا صام يوم واحد يوم عاشورة هذا مجزي هذا مجزي لكنه مخالف لما كما ربه النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم قبله او يوم بعده لكنه مجزي يحصل على الاجر بقدر ما صام ولا تعتبر ايام عاشورة لا تعتبر عن ثلاثة الايام من كل شهر لان ثلاثة الايام من كل شهر مستقلة ومحلها الافضل في اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ايام البيض هذا محلها الافضل وان صامها من اول الشهر او من اخر او من وسطه فلا بأس وصيام ثلاثة الايام من الشهر غير صيام ايام عاشورة هذه سنة وهذه سنة كما ان ذلك اذا غير صيام يوم الاثنين والخميس كل اسبوع فالسنن كل سنة في محلها